وقعت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ممثلة بمديرها العام العقيد محمد خليل الحديد ومجموعة الصائغ ممثلة برئيس مجلس إدارتها ميشيل الصائغ اتفاقية مشتركة لتعزيز التعاون فيما بينهما الاتفاقية تهدف لعرض جميع منتجات الشركة الوطنية لتعبئات لرسول إحدى شركات مجموعة الصائغ منتجات تستهدف ثلاث شرائح وهي العناية الشخصية والمستلزمات المنزلية وقطاع الصناعة والسيارات بمنتجات أردنية ذات جودة عالية وبأسعار في متناول يد المواطن كما تهدف مثل هذه الشركات مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لتشجيع الصناعات الوطنية وتقديمها للمستهلك من خلال أسواق المؤسسة المنتشرة في جميع عنعاء المملكة بما يزيد عن مئة سوق تجاري هذا وقدمت مجموعة الصائغ في ختام حفل توقيع الاتفاقية درعا تكريميا للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية تقديرا لما تقدمها المؤسسة ممثلة بمديرها للصناعات الوطنية نفتخر جدا بهذه المؤسسة والقدرات الهائلة في إدارتها لأكثر من 100 مركز والزعيم في المملكة الوطنية الهاشمية ونلمس نحن شركة معهم تلات سنوات نلمس تطور كبير في الإداءة تطور كبير في المراكز كلها ولا شك إنها إلها دور كبير في دعم الصناع المحلية ونحن جزء منها نشكر قائمين عليها بقيادة تخولنا محمد الحديد رئيس المؤسسة والفريق اللي معاه والحقيقة كلياتهم مهنيين بمعنى الكلمة هذه الاتفاقية جاءت من منطلق إيمان المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بدعم الصناعة الوطنية وهذه حقيقة توجيهة جلالة سيدنا من بثقة من خلال عطوف طريق سيدنا الكامل المشتركة فتشرفنا اليوم بتجديد الاتفاقية للسنة الثالثة على التوالي مع شركة أرسول ممثلة بسعادة السيد مشير الصايق وهذا حقيقة ما تقوم به المؤسسة لدعم الصناعة الوطنية وإن شاء الله هذا الواجب رح يستمر مع جميع الشركات الحقيقة اليوم نساعدين بتوقيع حال الاتفاقية مع إدارة المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الحقيقة المؤسسة الاستهلاكية العسكرية اليوم هي بتقدم اليوم للمواطنين السلع التموينية والغذائية وغير الغذائية لكل أنحاء المملكة بما يزيد عن مئة سوق فهي هدف استراتيجي لكل الشركات والصناعات إنها تتبع بضاعتها في المؤسسة العسكرية لما لمسنا منهم من تعاون خلال السنوات الماضية اللي تعاوننا معهم فيها حقيقة وجدنا قديش التطور اللي حدث في المؤسسة العسكرية خلال السنتين الماضيات وانتشارهم في الأسواق فهذه الاتفاقية نوع من أنواع الدعم الصناعة الوطنية اللي بتقدمها المؤسسة الاستهلاكية العسكرية إننا كصانعين